اخبار الرياضة من قناة الجزيرة الدولية أهلا بكم لم يكن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نوالو جريت يعتقد أن تصريحاته الأخيرة لحدى الإذاعات الفرنسية بشأن مستقبل زين الدين سيدان ستزير ضجة كبيرة لو جريت سارع إلى اعتدال من أسطورة منتخب الدياك إلى أن صوات عديدة داخل فرنسا وخارجها طالبت بإقالته من على رأس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قصة وفاء فرنسا لعنصريتها في حق مزدواجية الجنسية لا تزال تبث حلقاتها المقيدة المؤكدة لنكران منتخب الدياكة لجميل الأسماء التي صنعت منه منتخبا هي تألق في المواعد الكبيرة زين الدين سيدان وكريم بن زيمة مثال حي لنجمين طاردتهم العنصرية البغيظة زيزو وحتى بعد ابتعاده عن ميادين كرة القدم باعتزاله اللعب وتركه مجال التدريب في الفترة الأخيرة إلى أنه عانى من ويلات الشبح المسجل باسم فرنسا عنصرية القائمين على الشأن الرياضي والكروية الفرنسي جعلت من راحة زيدان عاملا مقلقا بعد أن طاطع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لغريت رأسه بجواب مخزن ومخجل حمل في مضمونه من السخرية ما حمل في حق الأسطورة زيزو بعد أن سئل عن الوجهة المحتملة لزيدان وإمكانية تدريبه المنتخب البرازيلي كأول أجنبي يشرف على منتخب السلساء هل يؤلم القلب ذهاب زيدان إلى البرازيل؟ ليس هناك ما يهزني يمكنه الذهاب حيث يريد زيدان حاول الاتصال بي؟ بتأكيد لا وحتى لو فعل لم أكن لأرد عليه كراهية فرنسا لمزدواجية الجنسية تجستت للمرة الألف بعد أن خرج الجميع من مونديال قطر 2022 بدرس مؤكد للسياسة المنتهجة في فرنسا إثرى خروج كريم بن زيمة من النفذة الصغيرة وترده شر طرد ليس لسبب سوى أنه تعرض مع أشبال ديدي لمضاعفات سببت له تفاقم إصابته ديشوم الذي جدد لغاية 2026 بصم بحرمان صاحب الكرة الذهبية ولو بالبقاء مع زملائه على سهم آخر ضد كل مزدواجية الجنسية غلق الطريق على الجميع يزيد من الطين بل ويجعل من المصيبة مصيبتين بما أن المنتخب الفرنسي سيعيش مرحلة من نفور مزدواجية الجنسية الذين صنعوا في الأمس القريب إنجازة ديشوم مع هولوغريت وفرنسا رسالة الذعر حملها من أعاد الروح لفرنسا في نهائي المونديال أمام الأرجنتين وجعلها تذوق طعم الفوز رغم خسارتها اللقاب كيليان بابي نادى باسم كل مزدواجية الجنسية بأن تغير فرنسا عادتها وتحترم أساطيرها ونجومها رغم اختلاف أصولهم زيدان خط أحمر أجوار لوغريت على الاعتذار بعد الضغط الرهيب الذي تعرض له في بلاده هي حقيقة تثبت للمرة الألف أن ما قيل ليس مجرد كلام أو اتهام ولا جزاء لاعب واحد سواء تكلمت أو صمت كل مزدواج جنسية مع فرنسا سيستنزف إلى إذان بضرورة إهانته وقوع لوغريت في المحظور جعل الجميع يتحرك في فرنسا لما سببه من مصيبة وجاء الرد الرسمي على لسان وزيرة الرياض عامل يوديا كاستيرا التي دافعت عن زيدان وبخت رئيس الهيئة الكروية الذي كلما غرد إلا وغرد خارج السرب تغلب فريق أرسنال الإنجليزي مساء الثنين على مضيفه أوكسورد من الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة في الدور الثالث من مسابقة كاسينجلترا على ملعب كاسام وسجل محمد النني لعب أرسنال هدف فريقه الأول في الدقيقة الثالثة والستين بينما تولى إدواردو نيكي تيا تسجيل الثاني في الدقيقة السبعين ثم عاد نيكي تيا ليضيف الثاني له في المباراة والثالث لأرسنال في الدقيقة السادسة والسبعين وسيلاقي أرسنال مانشيستر سيتي في الدور الرابع في مباراة نارية ومثيرة دائما من الصعب الفوز في هذه الأدوار كانت مباراة شاقة من الناحية البدنية كان علينا التحكم ببعض الأمور بشكل أفضل وذلك ما فعلناه في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة بشكل أفضل ووجدنا طريقنا للفوز بخصوص مواجهة السيتي سنحاول التحذير جيدا من أجل الفوز بالمباراة التي ستكون مختلفة جدا عن المباراة في الدوري نعرف بعضنا البعض جيدا أعلن حارس مرمى وقائد منتخب فرنسا هوغو لوريسا لاثنين اعتزاله اللعب دوليا في حديث خاص به صحيفة لكيبا الفرنسية وقال لوريسا البالغ من العمر 36 عاما لصحيفة الفرنسية ليس من السهل إعلان ذلك لكن بعد 14 عاما مع الديوك حارس توتنهام جاء أو بعد 14 عاما من الديوك أنهى مسيرته الدولية حارس توتنهام هوتسبير بدأ مسيرته عام الفين والدولية عام الفين وثمانية واستلم شارة قيادة المتخب بعد نهائيات مونديالي الفين وعشر وتوجم عدو يوكي بطل لمونديالي روسيا عام الفين وثمانية عشر ومثلا لوريسا منتخب فرنسا في مائة وخمسة أو خمس واربعين مباراة وهو الرقم القياسي في تاريخ المنتخب الفرنسي قال مهاجم باير ميونيخ ومنتخب ألمانيا طوماس مولر الاثنين إنه لا يفكر في اعتزال لعبي الكرة القدم دوليا بعد الخروج من الدور الأول في مونديالي قطر جاء ذلك خلال تواجد بعثة النادي البافاري في قطر حيث يجري معسكرا تدريبيا خلال فترة الاستراحة الشتوية للكرة الألمانية ويستأنف فريق المدرب يوليان ناغليزمان من الدوري المحلي أو الدوري المحلي بمواجهة لايبزيك في العشرين من الشهر الجهري في الواقع فكرت في الاعتزال بعد الخروج من المونديال نقشت الأمر جيدا مع المدرب حانسي فليك ما دمت لعب كرة قدم محترف فسأكون متاحا دائما للفريق الوطني إذا كان يحتاجني هذا واضح تماما بالنسبة لي مسألة التوقيت والكيفية يأتم تحديدها من قبل المدرب المنتخب الوطني حاليا نحن في المركز الأول إذا فزنا في جميع مبارياتنا سنبقى في الصدارة لا شك أن المباراة الأولى أمام لايبزيك مهمة جدا تحت قيادة ماركو روزا لديهم تشكيلة رائعة لهذا السبب فهي مباراة مهمة يمكننا ترك بصمة قوية وزيادة فارق النقاط قليلا بيننا وبين لايبزيك وإذا لم نفز فسيكون الفارق صغيرا جدا أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الاثنين تعيين الإسباني روبرتو مارتيناز مدربا للمنتخب الأول خلفا للمدرب فرناندو سانتوس يأتي ذلك بعد أسبوع من خروج مارتيناز من الدور الأول مع منتخبي بلجيكا من مونديال قطر 2022 قائمة 26 لاعبا الذين شاركوا في كأس العالم الماضية هي نقطة البداية بالنسبة لي وكريستيان رونالدو هو لاعب موجود في تلك القائمة لقد كان مع المنتخب الوطني منذ 19 عاما وهو يستحق الاحترام عملي هو إعطاء فرصة لجميع اللاعبين واحترام الجميع يجب أن نكون كذلك فريق يمكنه الهجوم بسهولة شديدة ولكن علينا أيضا أن نكون فريقا لا يفقد أبدا القدرة التنفسية ونلعب بمتعة كبيرة حل المنتخب الجزاري لكرة اليد الأثنين بالعاصمة البورندية وارسول المشاركة في بطولة العالم 2023 المقررة من 11 إلى 29 جنفي الجاري ببولونيا والسويد وذلك حسب ما أعلنت عنه لتحادية الجزارية لكرة اليد وفادت المصدر أن نجم المنتخب الجزاري مسعود باركو سيغيب رسميا عن يأية البطولة هذا وكان الخضر قد تنقل إلى العاصمة البولونية من تونس من أجل خوفهم لمبارتين وديتين أمام المنتخب التونسي يذكر أين أو يذكر أن المنتخب الجزاري سيلعب أمام كل من سربيا ألمانيا وقطر لاتوا أخبار قدمنا لكم من قناة الجزارة الدولية للمزيد من أخبار تابعون عبر منصاتنا الغقمية ظاهرة أسفل الشاشة شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة